اخذناها المرة اللي فاتت قلنا ان احنا بدي نقوم برفيوه على الكورس واللي هاتفت في الكورس وبالاخر هتطلع من الكورس ده بي تمام؟ واتفقنا اهم حاجة في الاخر قلناها ان اي حد لاقه قدام وحاجة زيادة عايز يضيفها نضيفها ونضيفها ونضيفها حتى لونا معرفها ونضيفها تمام؟ زي بيحسب مع كل الكورس طيب نيجي بقى بسم الله عايزين ناخد النهاردة الفاليولز اللي هو اول درس في الجافة اول درس في الجافة الفاليولز ايه موضوع الفاليولز ده بقى كلمة فاليولز كلمة مخزن يعني مكان بنسجل فيه بيانات وبنحض منه بيانات تمام؟ وقلنا الداتة ده المكان اللي بتسجل فيه مكان عرّام وكلمة عرّام معناها حرب الملأة اللي تقفل كل اللي عرّام بتنسح طيب عرفنا يعني كلمة مخزن وعرفنا يعني كلمة متغير ازاي ابني متغير على الجافة ابني متغير بحاجتين نوع المتغير واسم المتغير نوع المتغير واسم المتغير أشتري لا سميه سنين سميه سنين سميه سن سميه أيمن لا هاتش يقولك حاجة اي اسم يعجبك يتلتزم بقاعد التسماء اول قاعدة بتقولك ايه بدون مسافات الاسم تاني قاعدة بتقولك مايبدأش برقم تاني قاعدة بتقولك مايبدأش برقم ماتسموهش اتنين اكس لا سميه اكس توس ثلاث قعدة بتقول لك ما يكونش يحتوي على اي رموز خاصة بمعنها ثلاث قعدة بتقول لك ما يكونش فيه اي كلمة من كلمات الجابة بيسموها ريسيرفد وردس طيب وانا اشعر رسمي بكلمات الجابة ده نستبادئ معاكم هتعلم منك بقول يا هادي ازاي هاعرف ان الاسم ده بيدل حاجة بالجابة قالك لو الاسم تكتب باللون لازرق تعرف ان كلمة من كلمات الجابة عمي العلم يعني فيه كلمة من كلمات الجابة اسمها كلاس ما ينفعش تسمي متغير اسمه كلاس طيب وانا اللي هيخليني نروح لكلاس فلسيرفد تعمل اسم المدرسة وقال لك رقم الفاصل بتاع الطالب اول حاجة رقم الفاصل بتقول كلاس هتكتب كلاس يقول لك ليه اسم ده غيرت ليه الاسم ده الجابة بتستخدمه فانت لايه جوز استخدام فانتبالك في عندنا الاسم بتاع فاكرين لما شارعها بغفت قولنا اف و سويتش في حاجة اسمها سويتش ما ينفعش تسمي من كلمة سويتش في اسمها متغيرات اي كلمة دي الكتب بلول ازرق تبع ديه؟ عشان دي من كلمات الجابة طبعا اكيد يعني نوع عربي مفيش عربي حاجة تسمي لي اسم متغير بالعربي تمام؟ حاجة تسمي لي حاجة مش جابة بالعربي الا رسالة المستغل يعني رسالة تقول له ايه؟ تقول له مثلا مرتبك هو كزا دي رسالة تقطع للمستغل اما برم برمجة عربي مفيش الكلام دي دي كواعد التسمية المتغير عشان تقدر تعمله بينه محتاج محتاجة نوع المتغير واسم المتغير نوع المتغير واسمه طيب اسمه اي اسم يفتدي بك الممكن تلتزم بقواعد التسمية قواعد التسمية بتقول لك ايه؟ واحد ما يكونش بمزفات اثنين ميفدهش برقم ثلعتا ما يكونش اي كلمة من الكلمات التي يسموها كلمات الخاصة محبوظة اربعة اللي هو فى حاجة مع أرائبك ما يكونش فيه عربي طيب ده اول حاجة الاسم ده الجزء الاولاني من المتغير الجزء التاني من المتغير مين؟ النوع نوع المخزن عشان تكني مخزن محتاج كم حاجة؟ النوع هو ايه؟ خلصنا من حاجة الاسم طيب الاسم يوم تيجي تسمي اسم يدل على الحاجة اللي هيشلها المخزن بتعمل اسم يسجل في اسم الطالب ودراجته وعدل المواهد هتسجل كم حاجة؟ نعم تقول الاسم تاني مخزن مثلاً انت لو سمتهم ايمن، حسين، هبة سيطلع صحه والنتجة هيطلع صحه كل عجل صحه ولكن تعالى بعد يومين وبدو ان تفكر من ايمن ولا من هبة ولا من حسين اما عندما يقول اه ده كان المتغير يشير اللي هي عدد المؤد اه ده كان المتغير يشير عدد المواهد او ده كان المتغير يشير اسم الطعيد من الاسم يتعرف على طول فعشان كده الاسم اللي هتسميه تسميه اي حاجة ومحا تشارك حاجة بس المهم تسمي اسم يدل عليه يفضل على اللي بيعمل تمام؟ نوع المخزن نوع المخزن حسب الحاجة اللي بيشيرها حسب الحاجة اللي بيشيرها المخزن حالك لو بسط في حياتي مخزن الجبنة زي مخزن عربيات مخزن الجبنة محتاج تهيئة حاجة مطيفة جدا ودلاجة وهيلمان مخزن العربيات لو أربح حيطان ومش نطمع حريب طبع مخزن فكل حاجة وليها التهييرة بتاعينا احنا هنا مقام ما بنخزنش جبنة العربيات او بنخزن ديتا فنوع المخزن مش بمزادك انا قلتلك في الاسم اي اسم يعجبك محا تشقولك حاجة نوع المخزن مش اي نوع اي جدا حسب المخزن ده هيشيل ايه فالمخزن ده هيشيل كذا فكذا دي غصب عني وعنك لازم يكون نوعها كذا طب ايه الانواع بقى؟ انواع البيانات عندنا انواع رقمية لو هتسجل المخزن ده في ارقام عندنا نوعين من الارقام يا ارقام انتجر يعني ارقام صحيحة ارقام صحيحة المخزن لو هيشيل ارقام صحيحة هيعني ارقام صحيحة مثلا سعر شقة حروفوا الارقام صحيحة او كاسة كلمة كاسة يعني فيها روش سعر شقة فيه كالكوروش لا يبقى دراقام صحيحة الاي دي بتاع الطارق ارقام صحيحة ارقام صحيحة ارقام صحيحة أسعار عربيات أسعار منتجات في سوبر ماركت ارقام صحيحة فيها كاسة يبقى حسب النمعة تعالى بقى انتجر بقى هي انواعه عشان ناو هيشيل ارقام صحيحة عندي تناسي يا شرط يا انت يا نمي وخلي بالك الشرط الاسة والانت الاسة جافة يسموها كلمة شرطي لو كتب الكابيتل تختلف تماماً عن كلمة شرطي لو كتب الكابيتل تماماً الاتنين صح بس دي بتعمل حاجة ودي بتعمل حاجة تانية خطس تتبلك هنا الأنواع نوع شرط ايه بقى الفارقة بالتلاتة؟ التلاتة بيستخدمهم لما تتعرف متغير يشيل أرقام صحيحة عايز تستخدم شرط استخدم عايز تستخدم انت استخدم عايز تستخدم انهم تستخدم هاتش يقول لك حاجة بس سأل لك كيف هرد قال لك الشرط أخيرها 4 ديجت يعني 4 خانات أخيرها رقم مكون من كم خانة؟ من 4 خانات ده الشرط تمام؟ طيب الانت من 4 ماكسيمم 6 خانات أخيرها كم خانة؟ 6 خانات اللونج أكبر من 6 خانات طيب لو بتتكلم في أسعار عايزة قربية ها ممكن مكسور أخيرها ماكسور 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 شرط ولا انت ولا لونج ماكسور 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 ماذا؟ سعار؟ سعار في الكلمة جزم أو كتشيات؟ ماذا؟ أخذت بالك؟ إذا ما تعمل لونجه وتريح له إلا أنت كده بتاخد مساحة على لازم والمرة اللي فاتت قلت لك العميله بيبص لحكتك اسم شكل الابيكيشن وصرع صرعاته قلت لك بتيجي من برمكتك إنت لو استقبت لونجه محدش هنا تلعب بس إنت عملت الصاد المساحات بساحات كبيرة عن خاطئة أخذت بالك عم تعمل سيستم لمحل ملابس وعمله لونج لماذا؟ لونج دي يعني أسد من ستة خلاك وكده من ستة خلاك يعني ملايين مفيش قميس ولا منطلوم بمليون إنت أخذ بالك عشان كده شرطة أبضل لك أخذت بالك؟ طيب دي فكرة التعامل مع الأرقام الصحيحة التعامل مع الأرقام الصحيحة والديسيمال والكسر تمام؟ يسموها صحيح وكسر الأرقام الصحيحة والكسر دي هي التلات حاجات و seat is also float و decimal and double float؟ يا decimal? دقي؟ ايه؟ أه؟ ايه؟ أساس اي لغة مستفى ما عشنا افكور سأخلص وكل منك ماشا باشا؟ أخلص وكل منك فلوت وديسمل ودبل الفرق فلوت وديسمل زي بعض اربع خانات انتجر واربع خانات ديسمل الدبل قزب من اربع خانات الكسل ده معناه 6 جنيه و60 ارش ده كسر محدش يقولي 635 جنيه ده كسر ده صحيح 635 جنيه و40 ارش ده كسر اسعار سور ماركت فيه كسور يبقى فلوت او ايه او ديسل اسعار سور ماركت مفيش مكارونا ولا شبسي ولا رز ولا جبنة يتعدى 6 خانات او ناربع خانات دي لو كان المخزن هيشيل ايه ارقام تمام وارقام صحيحة ايه صحيحة وكسر طيب المخزن لو هيشيل خانات حروف قالك الحروف ليه حاجتين ياتشار يسترينج قالك الاتشار وسترينج يستخدموا لو كان المخزن عايشين ايه؟ واي ارقام لم يتم عليها اي عمليات حسابه اين؟ امتى استخدم اتشار وسترينج؟ قلتوا للحروف لا للحروف واي رقم في حياتك ما بيتمش عليها عمال حسابه يعني رقم الادقاع رقم الادقاع رقم مكاعمة ارقام ينفع مع رقم مكاعمة حتى لو كانت عادتها لديك رقم منطقي لا يبقى ده رقم في حياتك ورقم بس ما بيتمش عليها عمالت حسابه منطقاء حضرتك لو قلت لي رقم تلفون زيد كده وجيت لو عملته اين؟ خدنا فحضامه ان نزوله لعشرون مه لو شقي تلاتين نذية صحر يا رات لما قلنا بنجمع 0-3 زي 0-4 كان بيقضوا 7 لان عندنا 10-7 ما تقضش 0-7 عشان معروفة ان 0-20 مالوش اي لازمة بس في التليفونات ليه لازمة؟ ما ينفعش اشيره لو عملت المتغير اللي بيشير رقم التليفون والمستخدم كتب 0-10-5-8-0-9-0-2-7 وده السيف وهو كاتب كده هيتسجل 10-5-8-0-9-0-2-7 ما تسجلش 0 فعشان كده اي رقم بدايته 0-10 عن المعامل ايه؟ انتبالك؟ طبعا دي فكرة الايه؟ الفرق ما بين الليتشار واللسترينج قالك الاتنين للحروف بل الليتشار اخيرها همتين 55 حرف اخيرها همتين 55 حرف السترينج أليمت مفتوح في فرق تاني وفرق تاني ايه بقى فرق تاني؟ مثلا الباش مهندس احمد والباش مهندس محمد قلت له عايزك تعرف المتغير يشيل اسم الطالب قل لي اسم الطالب ده حروف ولا ارقام قل لي حروف يبقى عندي اكشار ايه؟ قل لي بقى تاني متغير محتاج حاجتين النوع ثم الاسم محمد قل لي النوع انا هعمله استرينج طب هكسم المتغير يا محمد قل لي اني؟ نهاية اغلب السطور في الجابة سيمي كله قلت اغلب مش كله قس بقى الصحبة نهاية اي سطر يوصل لمعلومة كاملة سيمي كله في بعض الاوامر عندنا انا اخدها السطر بتاعه مكوش سيمي كله السطر التحته ولا بسيمي كله فاكرين الاف الاف ديت لو وقتلك ايه؟ لو كيبت انتياز انا خلص الكلام هتعمل لي ايه لو كيبت انتياز لماذا كيبتها بسيمي كله تمام؟ السطر الي وصلك لمعلومة كاملة لو تقرأ وصل المعلومة كاملة يوحرج تقتل لي سيمي كله تمام؟ عندنا التكرار قرر ست مرات اقرر ايه؟ يبقى اسا الكود مخص يبقى تحتيه الكود انه يتكرر وبعد جدا سيمي كله هنا انا بنيت مخزن اسمه ايه؟ اني؟ محمد عمل كده احمد قال لي لأ انت قلت الكاركتر يعني سترينجو اتشار الاتشار بقى وانت بتحدد لازم تحدد معان حدد اللي عدد خمسين بسا هتقول لي اخرج كام حرف خمسين تمام؟ وهتقول لي اسمه ان ان كل واحد يسمي الاسم ده يعجبه محدش يقوله حاجة طعيم عايز ادخل قيم جوه المخزن مش المخزن ده مكان؟ مكان بتشيء في ايه؟ قيم بيانات اول مخزن اسمه ايه؟ والتاني مخزن اسمه ايه؟ ان اكوى الايمن كده انا دخلت ايمن جوه ان واحد انا قال ان 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 اكوى الايمن قالك الاتنين بيشيلو كاركتر ما تشيء كده بص بقى ايه الفرق في طريق ايمن دي كم خانة؟ خمس خانة صحى غرط؟ هنا مع السترين هتاخد خمس خانات بس وتحجز مساعة خمس خانات هنا مع الاتشار كام؟ خمسين قالك هتحجز الخمسين كلهم يا عمي لاني حطت خمس خانات يعني خدهم من الخمسين والنبي لو حطيتلي كده حرف ملاحد احجز لك الخمسين كلهم يعني لو بتحجز على قد اللي تخل بتعجز العدد ايه؟ العدد كام تمام؟ كامل الافضل السرينج بتعجز على قد اللي ايه؟ اللي اكده بطل من عمليات لاتأثرلك على سرعة الدولة ماتش مساعة معادة ماتش مساعة مكده لا بتاخد على قد اللي تخل بس هنا كده كم خانة؟ خمس خمس لو كتبت رأيه احمد عدد اللي بتاخد على قد رأيه احمد عدد كل ما زيت بتزيد كل ما تقلي بتقلي بيبقى حسب ما ندخلت تمام؟ هنا بتحجز هنا ندخل خمسين تحجز الخمسين كلهم ندخل عرف واحد لك مش طفل تب اللي بس هنا عمليه كده مش هباء كده قالك الحروف او الحاجات اللي سابتة العدد الخنات بتاعها ولا بيزيد ولا بيقن يعني رقم بتقطي كم خانة؟ ندخل 14 ورقم بتقطي كم خانة؟ 14 ورقم بتقطي 14 ورقم بتقطي 14 يبقى معنى كده العدد سابت يبقى يتمين من شر 14 عشان عمري ما حد يقل عني ولا حد يزيد عني رقم التلفون كم خانة؟ 11 11 صغر برد في حد رقم واحد من 15 في حد رقم واعلى يبقى برد التشار كده برد أما الاسماء لا مي حرفين عبد الرحمن شوف كم حرف فمالهاشي مالهاش سوابت عشان كده لما يكون عندك حاجة سابتة تعمل ليه؟ التشار لما يكون عندك حاجات فيها متغيرة وبدتها بتسعيدها ما تعرفش العدد الحروف ايه؟ لا بس هنا تمام؟ طيب ده الكاراكترز عندنا نوع ثاني الديت والطايم عندي ديت وعندي ديت طايم وعندي طايم حضرتك لو بتسجل تاريخ ميلاد اي حاجة يوم شهر سنة تتعامل ترتك تتعاملها سترينج وعندي قال لك ماشا محاجش هناك ولا البرنامج يقولنا غلط بس ما تسعادش لما واحد يكتلها كم 31 ستة 2018 طريقت ده غلط صح وغلط؟ صح غلط مفيش شهر ستة مفيش عداد ستة شهر ستة أسا مفيش عداد ستة تبمين بقى اللي على الخارجة ديت لو كنت عمله سترينج قررت تم تسجيل بالك من المح لو كنت عمله ديت أقول لك عفو مفيش يوم بالترينج هكتبالك ايه دي الفكرة لو هواحد دي عمكت تلتاشر 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 سترينج تلتاشر 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 وإحنا أقول لك المبارمج الشاطري اللي تجنب أخطاء المستعدة ومن ضمن الحاجات التي تستخدمها هو ده اللي تجنب أخطاء المستعدة تمام؟ أي حد مش شهر حاجة يقول الستوب وعيدها مش عايزين الإحراج ولا الكلام الفاضي ده مش معادي يقول أنا قاعد والناس كلها فاهم أنا اللي أصلح عن مش شهر من لهم مفيش الكلام ده خالص أي حد مش شهر حاجة اللي مش شهر حاجة أقول الستوب وعيدها عشان ما تتركمش عليك تمام؟ طيب لو بتتكلم بقى فريق ميلاد فريق ميلاد فريق ميلاد نعمله يا أبو حميد طيب هل بيسجلوا سجلوا وقت ولدتك؟ انت ولدت الساعة كذا؟ أو المفروض في المستشفى سجلوا مين اللي يلقي ده ما في الساعة انت عارفت ولدت الساعة كم؟ إيه انت عارفت ولدت الساعة كم؟ مفروض يعني في السجلات في المستشفى لازم تاريخ الحالة تعم؟ الساعة كذا كذا؟ اما انت لا ما تتجوزة تعم؟ ما فيش كلام ده لا ما سجلت بنتي لا هو تاريخ ١١٧ ١٧ ١٧ ٢٠ كم؟ ايه بس؟ يبقى ديت بس؟ تاريخ حضور ونصلاف الموظفين لا لازم لازم انت ملك؟ ايه دي الفكرة بقى فتاخد بانت من ديت ودت طيب عشان لو عملتها لو حاجة ديت ملقاش لازم تاريخ الفواتير اللي ستلي بيطلع من الصدرية لا بيطلع ديت وتطوين لازم تتطع هتبقى؟ يبقى في حالات تسجل فيها ديت وتسجل فيها ديت تاريخ التعيين لا لم تتقول بقى بالمرة هل يسجله تعيين الساعة؟ هتبقى؟ يبقى ديت بس يبقى في حالات ينفع كده وفي حالات لعنة طيب عندي نوع تاني اسم بولين 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 دي بتاع تحمل الساقة تمام بولين بولين دي بتسجل يا true يا false يا كده يا كده ما تقول لي كاراكتر ايه ما تعملها سترينج قالك بس يا بتستخدم في الاسئلة اخ هو انت جيت النهاردة ما تقوليش حسين انا قولك هو انت جيت النهاردة يا اه يا لأ لو عملتها سترينج ما تزعلش بقى لما حد يكتبلك اي اي جابة هيكتبلك اي جابة لو عملتها بولين يبقى انت مقبر على المستخدم انه يسجل يا ايه يا ايه يا ياس يا لون يا ترو يا فوتس بس والسيستم المحترم اللي يكبر المستخدم على ادخال ده تصح خدت بالك دي فكرة التعامل مع ايه المتغيرات في المتغيرات تانية انواع كتير جدا وانا انا اخدها في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع مع السور انا اخدها وحنا اشغلين معيه في الشغل وحنا اشغلين مع المدد بس الأنواع الأساسية هم دون الأنواع الأساسية هم دون يبقى المغزن هو عبارة عن متغير ومكان داخل ذكرت البيان ينشيل فيه data ونفقط فيه data فعشان إذا يعمل المغزن قال لي بحاجتين نوع المغزن واسمه اسم المغزن أي اسم يعجبك المهم تتزل بقواعد التسمية قواعد التسمية بتقول ايه؟ ما يبدأش برقم ما يكونش أي كلمة من الكلمات المحبوزة ما يكونش أي رموز خاصة نوع النوع حسب الحاجات عند الحاجات أرقام وحروف وتوليد ودول أشعر الأرقام لو صحيحة لو صحيحة وكسر يا فلوت يا دبل يا ديسل وكل واحدة حسب النمبر وقد يشتعدد الخلاب بتادي الحروف يشار يسترينج ويفضل استرينج عشان استرينج بتحجز على قد الحاجات الديت عند ديت وطايم وعند ديت وطايم وعند ديت وطايم عند حاجة بوليين يدخلوها فرصة عشان استجبر المستخدم يستخدمها في الأسئلة أكثر أو في الحالة في الشرور أو في حالة تنظر الاختبات هو متاكتب هل اردت التطبيق أتبع المشكلة مملك ؟ وانا اشتغلنا على التطبيق ستكون لديك مشكلة المشكلة بسي يقول نص القرص يعني نص السيشل نص السيشل شرح ونص السيشل تطبيق المشكلة انا نعم أجل مشكلة بالعكس انا انا ستريح لانا سوق انا اول السيشل ثاني سيشل اكي عودتكم علي التطبيق وبعد كده هدى الصيمن ده عشان يشارك غلط مش عشان واجب مش عشان اعمال دي مفيش اعمال سانور كامل فاضي في الجامعة لا كاملش جامعة تمام عشان يشارك غلط بس تروح البيت ما تعملش ان انا عمل ده تعمل حاجات تانية مطلوبة معلش انا مجبت بنتي وانتري هتفرجي عن الفيديو ده وعملي زي اتقول لها اعمل ما اعمل فانا مش عايز كده انا مش عايزك تقليد انا عايزك تتبرد عن الفيديو تفهم وتقفل الفيديو وتروح تمسك ايه السيستم الياد دي تولك وتشتغل عليها تمام؟ طيب تعالى بقى ناخد مساء هنبدأ نقول لك يقول لك صمم برنامج لشركة عايزك تدخل امبلوين ايم وعضل الساعات والريد بتاع الساعة ونسبت الخاصة ونسبت الخاصة تمام؟ لو عريق النسب خاصة والبونس value وعايزك تدخل وعايزك تحصل تمام؟ السالري والدسكاونت value والسالري أفضل دسكاونت والنت سالري الوصف طبقا للاقوشن دي السلري بيتحسب ازاي الهوار زي فريد الدسكاون تفاليو الدسكاون تفاليو الدسكاون تفاليو after discount equal salary minus discount value in net salary equal salary after discount plus as 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 just as 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر حراق نانسي قنقر 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 نانسي قنقر